بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة استكمالاً لموضوع الـ Hydraulic Properties of Soil أو الخواص الهيدروكية للتربة اللي هو تابع شابتر 3 النهاردة نتكلم على Part 4 اللي هو Flow in Tubes بس قبل ما هنتكلم عن Flow in Tubes كان فيه جزء متبقي من الجزء السابق اللي هو Caballarity احنا اتكلمنا المرة فاتة من Caballarity بس اتكلمنا عن Caballarity في الـ Tubes أو في الأنابيب الشعرية فهنقول بس الجزء الخاص بالـ Soil وبعدين نتكلم على Flow in Tubes فالـ Capillarity in Soils أو الخاصية الشعرية في الطربة بنقول It is too difficult to apply the theory developed for capillary tubes to the soil ليه؟ ما أقدرش أطبق اللي احنا قلناه في الـ Tubes على السويل Because the voids in the soil are quite malhum irregular غير منتظمة الفراغات مش مش منتظمة كده تعمل لي أنبوبة زي ما اتكلمنا في الأنابيب In shapes And in size يعني ممكن ألاقيها مختلفة كمان And not necessarily continuous or vertical ممكن ما تبقاش أولا مش مستمرة ممكن تقف وفي نفس الوقت ممكن تكون ملها بالشكل اللي انت شايفه دو يعني مش بوضع رأس ولكن في طرق تقريبية ممكن أحسب بيها الـ Capillary Head أو الـ Capillary Height أو الارتفاع الشعري في السويل من المعادلتين اللي قدامك دولت أول حاجة الـ HSE بتساوي 0.0306 على 5D10 ودي عشرة اللي هي احنا عارفينها اللي هي effective mean effective size بتاع الصويل اللي احنا بنجيبها ازاي لو تذكر خدتها انت لما خدت تصنيف الطربة هتيجي هنا عند مين عند 10% وتمشي كده وتنزل تطلع الـ D10 بتاعتك بس لازم بالـ A طبعا انت هنا لو تشتغل بالقانون بتاعك دوت لازم تحطها بالـ A بالصمتي يعني فاهمني ازاي يعني لازم احط الـ HSE ده بالـ A خلي بالك فيه فرق بالـ A بالقانونين هو تلاحظ انه نفس القانون اللي احنا قلناه بتاع مين بتاع بتاع الـ الـ نفسها لكن الفرق الـ D الـ D هنا هناخدها اللي هي 5 مين الـ D10 وعوض بيها على طول فيه قانون تاني بيقولي ان الـ HSE بالصمتي بتساوي C وده رقم ثابت على E اللي هي الـ Void Ratio بتاعت السويل فيه الـ D10 بالصمتي والـ HSE تطلع لك بالـ A بالصمتي فانت لو عوضت بالقوانين ده تقدر تطلع ارتفاع الارتفاع الشعري في السويل نبتدي بقى نتكلم على types of flow أو المية في الأنبيب عندنا فيه نوعين من الفلو تعلمناهم قبل كده في الهيدروليك فيه عندنا laminar flow أو steady flow وفيه عنده turbulent A flow laminar flow where the particles of the water follow a designated path such that the path of one particles never intersected the A path of A any other يعني الحبيبات كلها ماشية مع A مع بعض ومش ممكن مالها يحصل لها تتقاطع مهما حتى لو كانت الأنبوبة واسعة وبعدين بقيت مالها ديقة ما تقوليش إن هي تيجي كده وبعدين تتتقاطع مع ديقة كلهم هيمشوا مالهم هيبقوا بالشكل اللي انت شايفهم فيش تقاطع خالص ولكن اللي بيحصل إن الكسافة بتاعتهم هنا بتبقى أكتر من الكسافة هنا شوية أما turbulent flow أو السرايان العشوائي يعني اللي اتنين بيبقوا مالهم شغلين لكن إحنا في الكورس ده مش هنتكلم غير على اللامينار في الو طيب هنبتدي نتكلم زي ما تعلمنا قبل ما نتكلم عن السويل هنتكلم شوية عن السرايان في الأنابيب فلو أنا عندي أنبوبة بالشكل دوت عشان يحصل سرايان للمية من نقطة واحد لنقطة اثنين لازم يبقى فيه هنا ضغط اسمه H1 والضغط أو الهد هنا اسمه H2 وفيه فرق اللي هو H1 ناس H2 هو ده اللي بيسبب لي سرايان المية لمسافة اسمها L لو أنت عندك الأنبوبة ديت قطرها R capital خلاص A الأنبوبة قطرها R capital فاحنا هناخد جزء صغير منها من المية اللي هنا كويس سمكها لاحظ سمكها دي دي R ده بيبقى على مسافة اسمها مين R من السنتر خلاص وابتدي أشوف الفيلوس خلي بالك السرعة بتاعة المية هنا بتبقى ماكسموم يعني سرعتها هنا بتبقى ماكسموم لكن جنب الحواف بتاعة الأنبوبة بتعتبر أقل ما يمكن تعالى نشوف العلاقة بتاعة سرايان المية في الأنبيب يعني قلتلك دي الجيفن حاجات اللي نتعرفها ده radius of the tubes خلاص فاللي بيحصل بيبقى فيه عندنا pressure difference from point 1 to point 2 ماهو الهد الفرق H1 نصق 2 لو ضربتها في جامعة ووطر يديك pressure difference ما بينهم من 2 والقل هي distance from point 1 to point 2 فالقوة بقى الفرق ما بين difference in the end thrust user pressure difference عبارة عن مين by R square ما هي المساحة معها ده pressure عايزة أجيبه force طب ما الفرس أجيبه إزاي هضربها في المساحة يبقى المساحة by R square في جامعة ووطر H1 مقص H2 لو أنت عارف الفيسكاستي بتاعة اللي هي ايتا ديت وعندك R اللي هي variable radial distance اللي هي متغيرة زي ما احنا اتفقنا قبل كده لو رجعنا تاني للجزء ده ده اللي هي R المسافة ديت خلاص والفيلاستي of the flow at radial distance R برضك دي متخلفة أو مختلفة آسف فنائس DV على DR دي عبارة عن اسمها الايه الفيلاستي gradient أو التدرج بتاعمين التدرج بتاع السرعة لو ترجع تاني شايف السرعة هنا السرعة هنا متدرجة كل ما الر بتتغير أو الر بتتغير بتاعتك مسافة بتاعتها والر بتاعتها فالV بتاعتها بتتغير عشان كده بنسميه ناقص DV على DR هي اسمها الفيلاسي mean gradient طيب ادي الشكل بتاع السرعة هنا المية بنقول ايه الرأستي at point 1 و 2 ماشي must be balanced لازم يبقى فيه اتزان by shearing stress on the sides of annular ring يعني ايه يعني لازم يبقى فيه القوة بتاعت السحب من 1 ل 2 ما دي اللي بتسحب المية ماشي بتتزن مع مين الشير stresses او الاجهادات القص فين على الرنج نفسه على الرنج اللي احنا بنتكلم فيه دا فبنقول unit shear force at distance r عند مسافة r اللي احنا قلناها ديت عند الرنج دا او دا بيسموه ايه annular ring يعني حاجة زي الخاتم كده يعني فبتتنسب مع مين مع اليتا بمعنى ايه يعني الشير فورس ديت بتزيد لما الفيسكوسي مالها بتزيد وده احنا عارفينه من زمان والunit شير فورس نفس الكلام at distance r مالها بتتنسب مع السرعة بتاعت مين او التغير في السرعة بتاعت المائع نفسه لو انا عايز اجيب بقى الشير فورس كلها احنا قلنا هيبقى فيه اتزان كلمة اتزان يعني يعني لازم الفورس على thrust اللي هو اقولنا باي r square دا اللي هو المساحة فيه جاما ووطر h1 h2 دا او فرق الهيد كلمة h1 h2 دا فرق الهيد لما اضربها في جاما ووطر بقى فرق الpressure لما اضربها في المساحة بقى فرق الفورس دي بتساوي بقى مين نتكلم بقى في مين في الشير عبارة عن 2 by r خلي بالك 2 by مين r في l 2 by r في l اللي هي عبارة عن ايه دا المساحة الجانبية المساحة الجانبية بتاعت مين بتاعت الاستوانة اللي زي دي كده المساحة الجانبية عبارة عن 2 by r في مين في l في ايتا اللي هي الفيسكوسي ناقص dv على dr طيب وبعدين لو انت هنا خلصت المعادلة انت قلت او by r في gama ووطر h1 h2 بتساوي 2 by r l في ايتا في ناقص dv على مين على dr طيب انا كل اللي عايزه هنا مين الفي فعشان اجيب الفي هتعمل ايه هتروح تمودي dr هناك وتعمل التفاضل او التكامل بتاعك عشان شيلة g فتطلع لك v بتساوي ايه gama ووطر على 4 في ايتا r خلي بالك r capital square ناقص r ما لها اه square الفي من r دي و r ديت r ديت هي عبارة عن نص قطر مين الانبوبة كلها لكن r دي variable متغيرة يعني عند كل r هنا r واحد وهنا r اتنين او آسف ما بتتقسش من هنا الر دايما بتقس منين من السنتر يعني فيه r واحد وفيه r اتنين ور ثلاثة ور اربعة اكبر r اللي هي r يبقى r square ناقص r ماشي في مين في الاي اي ده الهيدروليك مين اللي هو عبارة عن مين اتش على مين فرق اتش على ال يعني اتش واحد نص قطر اتش نين على ال فلو تيجي تخلص بقى ده الفي طب ال v انت عارف العلي الكيو بتساوي ايه الكيو بتساوي area v فانا ممكن اقول ان الكيو بتساوي باي في مين في جاما ووطر تمانية في ايتا في مين في اي في ار ايه قص كام اربعة يعني ممكن اقول دي جات منين من هنا الكيو بتساوي جاما ووطر على تمانية ايتا r square ناقص اي في مين في الاريا ده يجيب لي الكيو أو كمية المية اللي ماشية في الأنبوبة بتاعتي شكرا